بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في الآيات السابقة الله تبارك وتعالى بين حال المتقين ثم الكافرين ثم المنافقين وفي هذه الآيات الله تبارك وتعالى يرسم طريق السعادة والنجاة وتنحصر في الانتماء إلى الفريق الأول وهم المتقون عبر عبادة الله تبارك وتعالى يا أيها الناس هذه دعوة لجميع الناس القرآن الكريم لا يختص بجماعة معينة لا يختص بقبيلة وطائفة لا يختص بعرق معين أو أهل لغة خاصة القرآن يدعو الجميع إلى عبادة الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم شنو مواصفات هذا الرب الذي خلقكم أوجدكم من العدم ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها هذا هو ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم آباءكم أجدادكم الأقوام والأمم السابقة الله تبارك وتعالى أيضا خلقها فس سؤال أنه شنو السبب في الخلق الجواب لعلكم تتقون خلقكم للتقوى والعبادة كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقوله تعالى لعلكم تتقون ألة للخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم السبب في الخلق لعلكم تتقون ويمكن أن يتعلق بالعبادة يعني نتيجة العبادة التقوى يا أيها الناس عبدوا ربكم لماذا نعبد الله لعلكم تتقون لتصلوا إلى جوهر العبادة وهو التقوى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله تبارك وتعالى خلقكم وأنعم عليكم بنعم كثيرة ومن هذه النعم الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني مثل الفراش اللي هو مهيئ لمصالح الإنسان الفراش يكون راحا للبدن كما يكون زينة كما يكون جمالا أعدت الأرض هكذا لتكون كالفراش للإنسان توفر له جميع أسباب الراحة الجسدية والروحية الإمام السجاد صلى الله وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة يقول جعلها ملائمة لطباعكم موافقة لأجسادكم دققوا في هذه العبارات كيف يصف الإمام السجاد صلى الله وسلم هذه الأرض لم يجعلها شديدة الحما والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرد فتجمدكم شوي الكرة الأرضية إذا خرجت من مدارها نحو الشمس احترقت أو ابتعدت عن الشمس تجمدت ولا شديدة طيب الريح فتصدعها ماتكم ولا شديدة النتن فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم فكيف خلق الله تبارك وتعالى الأرض يقول الإمام السجاد صلى الله وسلامه عليه ولكنه عز وجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم فلذلك جعل الأرض فراشا لكم والسماء بناء يعني مبنية مثل سقف البيت اللي يقي البيت من المخاطر وهذا يلائم كون السماء طبقة هذه الطبقة المحيطة بالكرة الأرضية تمنع إصابة القذائف إلى الأرض وتحطمها ليس المقصود من البناء أن يكون المبني من جسم كثيف لا هذه إشارة إلى تلك الطبقة وذلك الغلاف المحيط بالكرة الأرضية لذلك الإمام السجاد صلى الله وسلامه عليه في تفسيره لهذا المقطع يقول ثم قال عز وجل والسماء بناء أي سقفا من فوقكم محفوظة يدير فيها شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم ومن نعم الله تبارك وتعالى عليكم وأنزل من السماء ماء المقصود من السماء هنا جهة العلو أو من هذه الناحية أنزل الله تبارك وتعالى من العلو من هذه الجهة ماء يقول الإمام السجاد صلى الله وسلامه عليه يعني المطار نزله من العلو ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم ثم فرقه رذاذا ووبالا وهطلا وطلا لتنشفه أراضوكم ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أراضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم ومن نعمه تبارك وتعالى أنه بعد نزول هذا الماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني بسبب هذا الماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنواع الأطعمة والفواكه والحبوب مع اختلاف خواصها وفوائدها وطعومها أخرجها بسبب هذا الماء رزقا لكم كل هذا الخلق وهذه النعم وسائر النعم كلها من الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأمثال من الأصنام أو غير الأصنام فلا تشركوا بالله فإن الله هو الذي خلقكم وهيأ لكم كل شيء فلماذا تتوجهون إلى غير الله بالعبادة وأنتم تعلمون هذه الحقيقة ممخفية عليكم إن الله خلقكم وهيأ لكم كل شيء إن هذه الفكرة باطلة ليس لله تبارك وتعالى شريك إن هذه الشركاء والأصنام التي صنعتموها بأيديكم لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليكم فمقتضى الخلق والإنعام أن تتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى وحده وتعبدوه بلا شريك الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر